بسم الله الرحمن الرحيم ألف لاب من صاد كتاب أُوزِل إليك فلا يكون في صدرك حرج منه لتنزر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أُوزِل إليهم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا مما تتذكرون وكم من قرية أهلتنا فجاء بأسنا بياتا أو مقائلون فما كان دعوة لهم إذ جاءهم بأسنا إرماءهم قالوا إنا كنا ظالمين فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقص عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق فمن سقلت موازين فأولئك هو المفلحون ومن خفت موازين فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها نعيش قليلا مما تشكرون ولقد خلقناكم ثم صررناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فقال إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن ألمانهم وعن شبائلهم ولا تجد أجسرهم شاكرين قال اخرج منها مفهوما مدهورا لمن تبعك منهم لأولأن جهنم منكم أجمعين ويا آدم اسقم أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شفتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهم الشيطان ليبدي لهم ما يوري عنهما من سوآتهم وقال ما نهابما رفوكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسبهما إني لكمان من الناصفين فدلّا يومانهم فلما داق الشدرة تبدت لهما سوآتهم وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة ونادى أما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عد مبين قال أربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسمين قال اهدفوا بعضهم لبعض عدل ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تبوتون ومنها تخرجون يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا وريسا وآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزعوا عنهما لباسهما ليريهما سوآتينا إنه يراكم هو وقبيل من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وندنا عليها آباءنا والله خمرنا بها قل إن الله لا يأمن بالفحشة أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسطة وأقيموا مدوءكم عند كل مسجد ودعوا محلصين لهم كما بدأكم تعودون فريقا هدا وفريقا حق عليهم طلادة إنهم انتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون يا بني آدم خذوا زينتكم عندكم لمسجد وكلوا واشربوا ولا تسردوا إنهم لا يحب المسرفين قل من حرم زينة الله التي أخرج بعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات بقوم يعلم قل إنما حرم ربي الفواحش ما غار منها وما بطن والإذم والبغي بغير الحق وأن تشرطوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة أجلوا فإذا جاء أجلهم لا يستحفرون ساعة ولا يستقدمون يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار من فيها خالبون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيب من الكتابة حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضروا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قالوا دخلوا في أمم قد خلت من قبل من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنى أختها حتى إذا اداركوا فيها دليعا قالت أخراهم لأولئهم ربنا أولئك أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعفا ولكن لا يعلمون وقالت أولئهم لأخراهم فما كان لهم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما موت تكسبون إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلجى الجبل في سم من خياط وكذلك نجد المدرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجد المدرمين والذين آمنوا معنموا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعى أولئك أصحاب الجنة وفيها خالدون ونزعنانا في صدورهم من هل تجليل تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي أدانا لهذا وما كنا لنهتدي جلونا أن هلان الله لقد جاءت أسر ربنا بالحق ولودوا أن تلقوا الجنة أوردتموها بما بوت تعملون ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أم قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم أن لعمة الله على الظالمين الذين يصفون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجابا وعلى الأعراف ردان يعرفون كلا بسيما ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يلقلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصاد تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تدعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا قالوا ما أغنى عندكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينادوا الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحذبون ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة ألأ فيهم علينا من الماء أو مما رزقته الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لغوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننسى كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحلون ولقد جئناهم بكتاب فصلناهم على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوا من قبل قد جاءت رسول ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو رب فنعمل غير الذي إنا نعمل قد خسروا أنفسهم وظل عنهم ما كانوا يفتغون إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلو حديثا والشمس والقمر يغشي الليل النهار يطلو حديثا والشمس والقمر والنجوم مسخراتي بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ودعوا قوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بشرا من بين يدي رحمته حتى إذا أقتلت سحابا سقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل السمراء كذلك يخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلب الضيء يخرج نباتا بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك لصرف الآيات لقوم يشكرون لقد أرسلنا نوحا إلى قومي فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غير ما لكم من إله غير قالوا إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملك من قومه إنا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسل من رب العالمين أبرعكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أوعجبكم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم ليهوذركم ولتدقوا ولعلكم ترحمون فكذبوا فأنجيناه والذين معاهم في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عميون وإلى عاد أخار هودا قال يا قوم اعبدوا الله مالا من إله غير أفلا تتقون قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنظرك في سفاهة وإنا لنظرك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصف أمين أوعجبكم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم وازكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فازكروا آلاء الله لعلكم تفلحون قالوا أجلنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فاتنا بما تعبنا إن كنت من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتم وأنتم وأباؤكم سميتم وأنتم وأباؤكم ما نزل الله بهالي سلطان فانتظروا إني معكم من المتظرين فأنجيناه والذين معاهم برحمة كذبوا بمنا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين وإلى تمود أخارهم صالحا قال يا قوم عبدوا الله ما لكم من إله غير قد جاءكم بيينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم وازقروا إذ جعلكم خلفاء بعد عاد وبوأكم في الأرض قد تتخذون من سهولها قفورا وتنحتون الجبال بالموتى فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذين آمنتم به كافرون فعقروا ناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح اقتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرغفة فأصبحوا في دارهم ذاتهم فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصفين ولوطا إذ قال لقومه أتأكون الفاحشة ما سبقكم أتأكون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أإنكم لتأكون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسربون وما كان دواب قومه إلا أهم قالوا أخذوهم من قريتهم إنهم ناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمقرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين وإلى مدين أخار شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينهم من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبقصوا الناس أشياء ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلك خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقودوا بكل صراط توعدون وتصفون عن سبيل الله من آمن به وتبهونها عوجا واذكروا إذ موتوا قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالنبي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكيم قال الملأ الذي نستكبر من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين هاما معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد استوينا على الله كذبا إن عدنا فيه التي كنوا بعد إذ أفجال الله منها وما يقول لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير فاتحين وقال الملأ الذين كفروا من قومه لإن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسموا فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دار من هذين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كأنهم الخاسمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلوككم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم من كافرين وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا إلا أخذنا أهلها من جأساء والضراء لعلهم يغضروا ثم ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عكا وقال قد مس آداء الضراء والسراء فأخذناهم فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتاً وهم نائم أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بحاً وهم يلعنوا أفأمنوا نكر الله فلا يأمن نكر الله إلا القوم الخاسرون أولم يهدن الذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصرناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى قصت عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسولهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذهم من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسحين ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون ومسى ومسى فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربك فأرسل معي بني إسرائيل قال إن كنت جئت بآية فأتي بها إن كنت من الصادقين فأبقى عصاه فإذا هي صعبا مبين ونزعابا فإذا هي بيضاء للناغرين قال الملو من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرضه وأخار وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا أإن لنا لأجرا إن كنا نحو الغالدين قال لعم وإن كن من المقربين قالوا يا موسى إما أن ترقي وإما أن نكون نحو الملقين قالوا أبقوا سحروا أعين من الناس واسترهموا وجاءوا بسحر عمين وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأكدون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملوا فغلبوا نالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساددين قالوا وآمننا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون قال فرعون أآمنتم به قبل أن هذا ملكم إن هذا ملكم ثم ترثموا في المدينة لتخردوا منها أهلا فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأردلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أدنعين إلق electr example قالوا إلا ربنا مقلبون وما تأكر مننا إلا أبْامنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرع علينا صبرا وتوفنا مسلمين وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويدركب آلئتك قال سنغتل أبناءهم ونستحيي نساء وإنا فوقهم قاهرون قال موسى لقومي استعينوا بالله واسبروا إن الأرض لله يورث آمن يشاء من عباده والعاقبة بالمتقين قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جهتنا قال عسى ربكم أن يهلد عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون وذلك لأخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا من موسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند أبناء ولكن إن أكثرهم لا يعلمون وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الكوفان والجراد والقمل والرفادع والدم آيات مفصلات آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوم مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عن الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بل إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم باله إذا هم ينكسون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأمنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافدين وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي بارتنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بلا صبر ودمرنا ما كان يصنع فرعا وقوم وما كانوا يعرفون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعرفون على أصنام لهم قالوا يا موسى زعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهل إن هؤلاء متبرون ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبغيكم إله وهو فضلكم على العالمين وإذ أنزلنا من آل فرعون يسرونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحنون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم ووعدنا موسى سلاثين ليلة وأكملنا لعشرين فتم ميقات ربه أربعين ليلة وقال موسى لأخي مارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لإيقاتنا وكلمه ربه قال رب أني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دككا وخر موسى صيقا فلما أفاق قال سبحانك كذت إليك وأنا أول المؤمنين قال يا موسى إن اشطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخل ما آتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في الأبواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأكلوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الرشد يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون واتخذ قوم موسى بعده من حليهم عجلا جسدا له قوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوا وكانوا ظالمين ولما سخط في أيديهم ورأوا أنهم قد ظنوا قالوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكون من الخاسرين ولما رجع نوسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفهموني من بعده أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يدهوه إلي قال بلأم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت فلا تشمت بي الأعداء ولا تدعني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وزلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرحمون واختار موسى قومه سبعين رجلا منيقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياه أتهلقنا بما فعل السفاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافلين واتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا مدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤمن الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول من نبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يؤمنون بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائف ويضعوا عنهم إصرروا والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروا ونصروا واتبعوا أولئك هم المفلحون قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويمين فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناهم اثنتين عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى باستفقام قوله أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتين عشرة عينا قد علم كل أناس مشربه وظللنا عليهم الغمامة وأنزلنا عليهم المن والسلوى قلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قيل له مسكروا هذه القرية وكلوا منها حيث شهتم وقولوا حرة وادخلوا الباب سجدها وقولوا حرة وادخلوا الباب سجدها نوف لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعبون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسكون وإذ قالت أمة منهم لما تعدون قوما الله مهلكون الله مهلكم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئس بما كانوا يفسكون فلما عتوا عما مهلكم قلنا لهم كون قردة خاسئين وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسوء من سوء العذاب إن ربك لسرير العقاب وإنه لغفور رحيم وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فخلف من بعدهم خلفوا ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذون ألم يأخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا يعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نغير أجر المسلحين وإذ نتقن الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع به خذ ما آتيناه بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافقين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطبون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واتلوا عليهم النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعوا الشيطان فكان من الغارين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثل كمثل الكلب تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهد الله فهو المبتدين ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون ولقد ذرأنا لجأنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفكرون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم غافلون ولله الأسماء الحسنى فدعوا بها ودعوا الذين يجدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون ومن من خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدربون من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أولم يتفكروا ما بصاحبهم جنة إن هو إلا مذير مبين أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده من نور من يضلل الله فلا هادي له ويذروا في قغيانهم يعملون يسألونك عن الساعة أيان مرساة قل إنما علواء عند ربي لا يجليها لوقتها لا إلا الله سخلت في السماوات والأرض لا تأتيهم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون قل لا أملك لنفسي نقعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لستكسرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقرم يؤمنون هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت ده فلما أسقلت دعا الله ربهما لإن آتيتنا صالحا لنكون من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعل له شئا فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون أيشرتون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى المدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوكم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرغل يمشون بها أم لهم أيدي يبطجون بها أم لمن أعين أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل اذروا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى المدى لا يسمعون وترى هم ينظرون إليك وهم لا يبصرون خذ العفو وأمر بالعرف وأعرف عن الجاهلين وإن ما ينزغنك من الشيطان نزغوا فاستعذ بالله إنه سبيع عليم إن الذين انتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكرون فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمرونهم في الغي ثم لا يقصرون وإذا لم تأتيهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبعنا يحا إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصفوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفته ودون الجهر من القوم بالغدور والآصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون